بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية التطبيع خيانة عظمى ولن تفلح أنظمة العار في كي وعي الأمة الحرة يا أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بداية نتمنى السلامة لشعبنا ولأمتنا من انتشار فيروس كورونا ونوجه التحية كل التحية للجنود المجهولين والأبطال في الميدان أبطال وزارتي الصحة والداخلية وكل الجهات العاملة الذين يقومون على خدمة أبناء شعبهم وللحفاظ على السلامة التامة وندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام بإجراءات السلامة التامة حفاظاً على أنفسكم وأهليكم وأبنائكم وحفاظاً على المقاومة على طريق مواجهة الاحتلال كما نواجه فيروس كورونا نواجه فيروس الاحتلال وضرورة الالتزام بالمباعدة الاجتماعية وغسل اليدين والنظافة العامة وعدم الملامسة ولبس الكمامة والإجراءات الصحية يا أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية تداعت اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية في اجتماع طارئ للوقوف على إعلان المأفون ترامب عن اتفاق التطبيع الخياني الجديد بين النظام البحريني والكيان الصهيوني الذي جاء بعد الإعلان السابق عن الاتفاق الإماراتي الصهيوني وتسيير الرحلات الجوية التجارية والسياحية وغيرها فوق بقاعنا الطاهرة مما يفضح حالة الوهن الذي وصلت إليه الأنظمة الموالية لمن أوجدها والتي ما زالت تمارس سياسة الانبطاح للإرادة الصهي أمريكية وتسعى بكل ما تملك للحفاظ على وجودها وعروشها من خلال توطيد وتقوية العلاقات مع المجرمين الصهيينة هذا الإعلان يكشف أن الإدارة الأمريكية ما زالت ماضية في سياسة الانحياز التام للعدو الصهيوني ومعادية لجماهير الأمة العربية والإسلامية وممارسة حالة الاستعلاء والاستكبار والاستخفاف بالعالم والدول والعربي الأمر الذي يمثل تجاهلاً واضحاً تجاهلاً واضحاً للحق الفلسطيني في أرضه فلسطين المحتلة وأمام ذلك فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي أولاً ندين وبشدة الإعلان الطبيعي الخياني بين الكيان الصهيوني ونظام البحرين الذي يمثل طالةً غادرة لتضحيات شعبنا والأمة وشهدائها ثانياً هذا الإعلان المخزي لا يعبر في حقيقته عن إرادة شعوب الأمة الواعية والمقاومة وهذا يتطلب تحركاً شعبياً عربياً إسلامياً واسعاً لنبذ التطبيع والمطبعين وتوحيد كل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها في كل الاتجاهات وتوجيه بوصلة العداء اتجاه العدو الأوحد لهذا الكيان الصهيوني وسيبقى الاحتلال هو العدو الأوحد لهذه الأمة ثالثاً نحيي المواقف الشعبية والمجتمعية البحرينية والمواقف العربية والإسلامية الأصيلة التي أعلنت رفضها لهذا الاتفاق البغيض التي تؤكد أن الكيان الصهيوني هو عدو لهذه الأمة والقضية الفلسطينية هي القضية الأساسية والمركزية لها رابعاً نستهجن خروج بعض الأصوات النشاز التي باركت هذا الإعلان الخياني التطبيعي التي تهدث إلى كي وعي الأمة وحرفها عن مسارها الطبيعي في معادات الصهاينة والدفاع عن القضية الفلسطينية خامساً هذا التطبيع الخياني الجديد يستوجب على منظمة التحرير الفلسطينية الإنسحاب من جامعة الدول العربية التي تخلت عن مسؤولياتها اتجاه دعم القضية الفلسطينية ونبذ التطبيع سادساً هذا السقوط اللا أخلاقي لبعض الأنظمة العربية يستوجب على السلطة عدم التعويل على خيار الاستسلام والمفاوضات وتحقيق الانفكاك الفعلي عن الاحتلال والتحلل العملي من قيود الاتفاقيات المشؤومة وتبني خيار شعبنا في مواجهة المحتل بكافة الوسائل المتاحة حتى التحرير الشامل بإذن الله سابعاً سرعة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال وإيجاد أكبر جبهة فلسطينية عربية إسلامية مواجهة ومواجهة لجبهة الخيانة والعدو الصهيوني والإدارة الأمريكية وأخيراً إن هذا التطبيع لن يعطي الشرعية للكيان الصهيوني الزائل وستبقى فلسطين عربية إسلامية وهي القضية المركزية للأمة نسأل الله السلامة لشعبنا وأهلنا الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى وللمرضى فصائل المقاومة الفلسطينية السبت 12 سبتمبر 2020 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر